مقابلة تلفزيونية هي الثانية من نوعها تحاور خلالها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوق مع الفنان المسرحي رؤوف بن يغلان خلفت جدلا في الأوساط الصحفية التونسية وموجة من الانتقادات توجه بها عدد من الصحفيين وعلى رأسهم النقيبة نجيب الحمروني إلى بن يغلان ومؤسسة رئاسة الجمهورية في الحقيقة أنا مستقرب على الرجل وقت بعد الحوار مع سياسة رئيس الجمهورية يعني أنا في بداية الحوار أكدت اللي أنا لست صحفيا لست إعلاميا ولست محللا سياسيا قدمت نفسي كمواطن فنان مصرحي نعشة ثقافي وذلك الناس تعرفني أكيد مثل معناتها مثل ما يجداعي بيش تاقع الرجل هذه أسؤال المطروح هل يحق لغير الصحفي أن يحاور مسؤولا كبيرا في الدولة ويبث هذا الحوار عبر وسائل إعلام عمومية وخاصة؟ لا أرى حقيقة مع احترامي لقطاع الإعلام والصحافة وأهل القائمين عليه ما يدعو إلى هذه الفزاعة والهجمة الكبيرة على شخص رب من إعلان على أساس أنه أخلى بمثاق أخلاقية المهنة وتدقل فيما لا يعنيه ويمكن أن نستدل على ذلك بالعديد من التجارب القديمة عندما نشط سويسي برامج ثقافية وهو مبدع وفنان ومقهى ثقافي أو شارع المدينة أو إلى غير ذلك وحتى عندما نخرج من القطاع الصحافي والإعلامي المحلي نرى في العالم العديد من الشخصيات المبدعات التي تنشط جملة من البرامج وتؤثث حلقات وإلى غير ذلك ولا يدعو إلى هذه الكلام قد يكون جانب من جوانب إثراء المشهد الإعلامي الصحافي ليس هناك فهم للعلاقة القائمة بين الإعلام والفرجة الآن صار الصحفيون يؤدون دور الفرجة وبتمتم أن حتى أهل الفرجة صاروا يمارسون قليلا دور الإعلام من الأكيد أن هذا التداخل لم يفهم بعد لكنه يزعج الكثير على اعتباره أنه يحتل جزء من المساحة المخصصة للمجال الإعلامي من قبل أهل الفرجة أنا نتحدى أي مكان أنه يقدم مبررات تقنع أنه ما ينزمش يكون فم حوار بين المواطن ورئيس ده أنا مذبية مذبية يكون يقنعني بالمبررات معناتها المعرفية أو المهنية أو النقبية أنه ما ينزمش يكون فم الدباع ما بين مواطن ورئيس دولة أو رئيس حكومة أما نقبة الصحفيين فلها رأي مخالف للرأي السابق بالنسبة لنا هذا يعتبره تدخل في مهنة الصحافة ويبقى ليكون فنان أو المرأة اللي فاتت أستاذ جامعي هو الذي يدير حوار مع شخصية سياسية كما رئيس الدولة فإنه هذا يعتبر تعدي ليس على الإعلام فقط بل على الإعلاميين بصفة عامة يا ناس ما تحتكروش حرية التعبير وما تعتبروهاش حكر ثم تقول لا وما يخذوها كان المخترفين فيها الأمر هذا احنا مواطنين والمواطن الشعب التونسي يعتبر أن الحرية التعبير هذه هي مقسب للجميع مثلا ما يشيك معناتها سانك اتوال وكاتر اتوال وترواز اتوال ودوز اتوال يعني والبروبليم المقابلة بثت عبر عدد من القنوات الخاصة والإذاعة الوطنية بينما قيل أن إدارة التلفزة الوطنية رفضت ذلك بعد موجة الاحتجاجات التي رفقت بثها للحوار السابق مع أستاذ القانون الدستوري عياظ بن عشور معلومة تعذر علينا تأكد من صحتها رغم اتصالنا بمسؤولين بالمؤسسة أما مؤسسة الإذاعة التونسية فلها مبرراتها لبث الحوار المشاهد لهذا الحوار سوف يجد نفسه حاضرا لأنه سيكون حضوره كمثقف كمواطن عادي وحتى الصحفي يجد ظلته في هذا الحوار لا لشيء لأن فيه معلومات ممكن أن تفيد الرأي العام وهذه المعلومات بالأهمية بمكان لأنها تأتي في ظرفية حساسة وقد تم هذا اللقاء بطريقة سلسة وبأسلوب شيء ممكن أن يشد الجمهور سؤال آخر تدولته الأوساط الإعلامية حول مدى التزام محاور الرئيس بأخلاقية المهنة وتقنيتها حجة يعتبرها البعض قوية لتبرر رفضهم لمثل هذه الحوارات كيف نجبر فنان ولا أستاذ جامعي على التقيد بالمهنية وبأخلاقية العمل الصحفي إذا كان هو ما عندوش علم بهم وما هو ما هوش من القطاع فهذا نعتبره تدخل وأكثر من التدخل هي محاولات لتركيع الأعلام حاولوا بشتة طرق وقت لعجزوا على تركيع الأعلام التجأوا إلى من يلعب دور الإعلامي نوعية هذا البرنامج لا يستدعي حضور صحفي وبالتالي أنا لم أطرح أسئلة أنا ما مشيتش باش نسهلوا باش نتعرف على حاجات أنا مسيت باش نعبر له على رأيه ويقدم الرأي بتاعه ونتجادل ونتحاور أين المشكلة؟ شو المشكلة؟ يعني هذا وكنتريرا أن رأى معنتها مبادرة طيبة هذا طرح إعلامي لم نتعود عليه رئاسة الجمهورية من جانبها نفت هذه الاتهامات وأكد لنا مدير الدوان الرئاسي عدنان منصر في اتصال هاتفي أن طبيعة المقابلة التي جمعت المرزوق ببن يغلان تختلف عن الحوار الصحفي الكلاسيكي وإنما هي مقابلة للنقاش بين شخصين وتبادل الآراء وهو ما يؤكده بن يغلان أيضا يعني الرئيس الحكومة والرئيس الدولة هو حكر على الإعلاميين وإلا من نجم نسمعوهم من نجم نشوفوهم كان وقت ليسألوهم السحفيين أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ أنا مواطن أنا فنان مصرحي أنا ناشط ثقافي أنا نحب نعبر على المواطنة متاعي أنا عندي تساؤلات عندي حيرة أنا خايف على بلادي أنا كفنان أنا كرأوف بن يغلاني كمواطن نحي فنان تدخل في مهنة الصحفيين أم لا؟ يبقى سؤالا جديا تختلف الإجابة عنه بين جزء من الصحفيين الذين يعتبرون الفضاء الإعلامي حكرا على أصحاب المهنة وبين من يرى أن الحرية فتحت المجال للجميع ترجمة نانسي قنقر